سائل من بجاة يقول ما حكمه صلاة الجنازة داخل المسجد داخل قاعة صلاة صلاة الجنازة داخل قاعة الصلاة مكروها عندنا معاشر المالكية عليهم الرضا والرضوان مكروها لأن الميت طاهر ولكن الميت ميت ممكن يخرج منه دم ممكن يخرج منه بول ممكن يخرج منه نجاسة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مكان خاص بصلاة الجنازة أمام المسجد وداخل المقبرة كان يصلي على موت المسلمين كان مكان خاص بدليل أن لما أمره ربه أن يصلي على النجاسي ملك الحبشة كان داخل المسجد فثبت أنه أمر الصحابة أن يخرجوا خارج المسجد وصلوا على النجاسي صلاة الغائب فسيدنا رسول الله رغم أن الجثة على الميت غير موجودة صلى عليها خارج المسجد إذن صلاة على الميت داخل المسجد مكروها وهذا الذي جار عليه العمل عندنا وهذا الذي أدركنا عليه الآن ما عندنا قبل ما يجونا هذا الجيل الجديد وإلا ويدخل الموتى إلى المحراب إلى المحراب ولكنني أقول للإنصاف إذا رأى الإمام هكذا قال علماؤنا عليهم ورضى ورضوان إذا رأى الإمام أن من المصلحة إدخال الميت إلى المسجد جاز إدخاله لأن المكروه جائز الفعل مثلا إذا كانت كينشتاء يدخل الميت يجوز إذا كان لكان يحطوا الجنازة برا يغلق طريق أهنا يدخله إلى المسجد والإدخال إلى المسجد ما شيء يجب دايما المحراب ممكن يكون في فناء المسجد في مدخل المسجد في مؤخرة المسجد الفائدة أن إدخال الميت إلى المحراب مكروه يخرج الإمام هو ليصلي عليه برا إلا إذا رأى المصلحة أو حكمة أو شيء يعني رأاه الإمام يجوز طاعة الإمام وإدخاله ولا شيء عليه سائل يقول هل صحيح أن حكم تارك الصلاة الكفر تارك الصلاة ينقسم إلى قسمين هناك تاركها جحودا لا يؤمن بها فهذا ليس مسلما وهناك من تركها كسلا فهو مؤمن عاصي مؤمن عاصي العجيب أني سمعت في إحدى الفضائيات يعني فضائي يسقساو يعني شيخ سعودي حنبلي قتلوا إمارة سورية قالت له يا شيخ زوجي لا يصلي انصحني كيف أصلحه سألت كيف تصلحه العجيب والله وأنا سمعته قال لها زوجك كافة وعقده عليك باطل وأولادك لجبتيهم منه أولاد زنا قتلوا ماذا أفعل قال أرفعي واخذي حقيبتك واذهبي إلى بيت أهلك يعني من للمرأة تصلت باش تسقسي كيف تسق مراجلها وكيف تصلحه وإذا بالمرأة أصبحت بلا راجل وبلا دراري وبلا سقف وسكنة وزانية حسبونا الله نعم الوكيل حسبونا الله نعم الوكيل ألم يستطع هذا الشيخ المتعصب ألم يستطع أن يقول لها أن جمهور علماء المسلمين يقولون أن تارك الصلاة كسلا مؤمن عاصي مؤمن عاصي وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن تامات غير منقوصات كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة هذا هو الصحيح وهذا هو الذي نقوله ولم يثبت أبدا أن المسلمين دفنوا تارك الصلاة في غير مقبرة المسلمين لا في الأندلس ولا في إفريقيا ولا في شمال إفريقيا ولا في المشرق ولا في المغرب ولا في أي مكان في العالم الآن نحن نسمع من يقول أن تارك الصلاة كافة وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وإنما كما قال العثيمين يرمى في الصحراء يرمى في الصحراء حسبنا الله ونعم الوكيل هذه فتوى باطلة متى ثبت أن المسلمين أرماو العاصي في الصحراء هذا كلام لا يقوله عاقل وإنما يدفن في مقابر المسلمين وهو أحوج الناس إلى الدعاء وهو أحوج الناس إلى الرحمة وهو أحوج الناس إلى الصلاة عليه والاستغفار له هذا هو الإسلام أما إلقاء تارك الصلاة في الصحراء ولما سئل العثيمين عن الحية تموت الحية حيوان ماذا قال؟ قال تدفن تدفن كي لا يتأذى أحد من نتانتها الحية تدفن والإنسان المسلم التارك للصلاة يرمى في الصحراء حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ثم يقول إذا كان الخشوع منعدما في الصلاة في صلاة فأهل هي باطلة لا الخشوع لا يبطل الصلاة الواجب في الصلاة الخشوع ولكن ترك الخشوع لا يبطلها ثم ما هو المقصود بالخشوع؟ الخشوع قال لك هو استحضار عظمة الله لما تقول الله أكبر عليك أن تنسى الدنيا وأن تستحضر عظمة الله وأنك واقف بين يدي الله وأن تضع الجنة عن يمينك والنار عن يسارك وأن تؤمن أن الله مطلع عليك وأن ملك الموت فوق رقبتك جاء ليأخذ روحك وتصلي هذه الصلاة وأنت تستحضر عظمة الله جل جلاله لعله يغفر لك ويرحمك ويسترك ويقبلك في الصالحين ويجعلك من أهل الجنة لهذا نصلي طمعا في رحمة الله أما إذا إنسى ما عندوش الخشوع ماذا يفعل؟ يكافح يعني يعمل على أن يكون خاشعا يعمل دائما دائما هذا هو القلب سمي القلب قلبا لتقلبه لأنه يتقلب فما عندكش الخشوع اليوم حاول غدا حاول بعد غد وهكذا وهكذا حتى تخشع إن شاء الله وصلاتك صحيحة وليست باطلة سائل يقول انتشرت في مساجدنا الصلاة على الكراسي هل هذه الصلاة جائزة أم باطلة؟ نعم الصلاة على الكرسي تجوز لرجل واحد وهو العاجز عن القعود على الأرض إذا عجز الإنسان عن القيام وعجز عن القعود على الأرض جاز له أن يصلي على الكرسي أما إذا عجز عن القيام وصل على الكرسي فصلاته باطلة صلاته باطلة هذه واحدة ثانيا إذا كان عاجزا عن القيام وعاجزا عن القعود وصل على الكرسي فلا يضع الكرسي في وسط المسجد لا يضع الكرسي قبالة الإمام فيحجب الإمام عن المستمعين لا عليه أن يتيامن عليه أن يتياسر أن يكون وراء الأسطوانة والعرصة بعض المساجد رأيتها كأنها قاعة حفلات صدقوني رأيت مسجدا مملؤ بالكراسي حتى خيل إلي أني في قاعة حفلات حسبنا الله نعم الوكيل وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته